بعد أدائه الاحترافي المتقن في المرحلة الأولى سينافس الليلة مواهب ليست بالسهلة فهل سيتبوى محمد أهيب النقشبندي أحد المراكز الثلاثة الأولى؟ نتابع معا محمد النقشبندي من سوريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أصحاب الجنة أصحاب الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله الله العظيم حياكم الله مشاهدين الكرام استمعنا بخشوع لتلاوة طيبة للمتسابق محمد أهيب النقشبندي من سوريا طيب الله لك الأنفاس يا محمد وانتقل مباشرة لفضيلة الشيخ عمر لكم الكلام محمد أهيب فقد هيمنت على قلوبنا بتلاوتك للقرآن الكريم كنت رائعا وذكرتنا بالتلاوات المتقنة المحبرة المجودة للقراء السوريين ما شاء الله نحيي من خلالك من علمك ومن رباك ومن وجهك لتعلم القرآن الكريم نسأل الله أن تكون من أصحاب الأسانيد الذين يؤخذ منهم القرآن الكريم فقد كنت رائعا جدا فقط يعني هنا صغيرة انت به ليها وهي استطالة الضاب فنضربها حتى لا تكون محبوسة كي لا يحبس صوتها لأن الضادم الحروفي الرخوة ومن صفتها الاستطالة وفقك الله سبحانه وتعالى وثبتك على القرآن الكريم وجعلك قدوة لأبنائنا في تعلم وتعليم القرآن الكريم شكرا لكم فضيلة الشيخ محمد فهمي عصفور تقييمكم حياك الله حبيبي محمد الله يبارك بعمرك و الله يحفظك حبيبي بهذه الملابس البيضاء الجميلة التي هي إن شاء الله مثل قلبك الأبيض و جعل الله أيضا مستقبلك أبيض أنا أعطيتك ملاحظة في الدور الأول و ما شاء الله استفدت منها خير استفادة و أنا صراحة أدعو لك و أدعو للوالد الكريم و والدك معك طبعا هنا في الستوديو صحيح؟ نعم تحية طيبة لك نعم فما أجملك و ما أجمل الوالد بهذا الحفاظ على القرآن و الاتحامه بلحمك و دمك منذ الصغر و وصلني أيضا أنه يحفظ نصف القرآن و في طريقه للحصول على الإسناد للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم و يقرأ على عظم المشايخ في سوريا و لا عجب يعني في سوريا بلد الإقراء و بلد العلم و بلد العطاء و الإبداع بارك الله بك حبيبي بارك الله بك ما شاء الله أحسنت و أيضا ينشد هو محمد منشد يعني نعم الكلام عند إخواتنا الكرام إذا يطلبوا منه ينشد يعني إن شاء الله سيكون عند الإخوة سيد كريم موسوي لكم و الكلام حبيبي محمد أولا أوصيه بالاستمرارية على تقليده لمدرسة محمد صديق من شاوي فهذا خير اختيار يعني فهذا الصوت يناسب هذه الطريقة طريقة محمد صديق منشاوي رحمة الله عليه سيد كريم جيد هو أن يتبع الشيخ المنشاوي في الأنغام والمقامات ولكن لا يتبعه يعني استنساخ لتلاوته فهو في مساحة مفتوحة أنا قلت له يعني شيخ المنشاوي مساحته مفتوحة في قراءته وهو في المسابقات إن شاء الله أنا كعتب له شيخنا أستمر على تقليد من مدرسة محمد صديق منشاوي ولكن بدقة واستماح كثير وحفظ تلاوات أكثر ويعني شفت عدم استفادة من صوت الواقعي يعني ما يستفاد من صوت الحقيقي فاستفد من صوتك الحقيقي لا تخفيه حبيب قلبه لا تخفيه يعني نغير من نقشبند لمنشاوي لا لا هو محمد أهي بن نقشبند نغير لمنشاوي لا هو قراءة أنا حاجي بالقراءة هو الاسم ولكن روحه وأنه يحضر ويصير على نقشبند رحمة الله على النقشبند ورحمة الله على المنشاوي تفضلوا ضيئة الشيخ باسم العابد أحسنت يا محمد زادك الله مهابة بارك الله بك كما ذكر سيد كريم الله يحفظه طابع الذي ظهر من صوتك تابع للشيخ المنشاوي وظهر أمر جميل وجيد وجذاب ولكن في الاتجاه الإقرائي جيد أن تتبع أحد القراء وأن يظهر منك هذا المشهد الجميل لا سيما عند الشيخ المنشاوي ولكن محمد الشيخ المنشاوي وبقية القراءة حينما يقرؤون بالمحافل هم يتصرفون بالكلمات بحسب الأنغام وطبيعة اللحن الذي يقرؤون به أنت في المسابقات القرآنية ينبغي عليك أن تنظر إلى المعاني فبعض وقوفاتك غير صحيحة هو أيضاً يعني شيخ المنشاوي وقوفاته في هذه المواضع كانت تابعة لطبيعة النغم الذي كان ينسج مع تلاوته أما أنت وقفت مثلاً هو الله هذا هو الله مبتدأ وخبر والذي صفة الخبر صفة لفظ الجلالة فلا ينبغي الفصل بين الصفة والموصول هو الله ماذا؟ السامع والمتلقي يريد منك أن تبين له صفة الله سبحانه وتعالى فأنت اتبعت المنشاوي في صوتك الجميل ونغمك الأجمل واتبعته في المعاني التي لم تكن متسقة إن شاء الله تطلع كثيراً وتفهم النصوص والدلالات وتقرأ بإدراك وفهم معنوي ومعرفي بارك الله بك شكراً لك شكراً لكم الأستاذ عماد رامي تفضلوا حبيبي محمد أنت بالشام عند من شيخك؟ الشيخ الذي يتعلم عنده المقامات أو التجويد؟ من؟ هو يسألك لا 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 بأي مسجد أنت تعلمت عند الشيخ هيلام زرزع جامع أنيس الأنصاري أيها ما شاء الله يعني أنا بفضل أنه ما تقلد حدا يعني لأنه إذا كان المنشاوي على خطأ معناته نحنا على خطأ فلا التزم بما يقوله الأساديزي أساديستك لأنه أساديستك هنين بيوجهوك صح التزم بما يقوله لك ما نوجهناهم على أذاء ابتلاوته يعني لا أنا برأي أنه أستاذ أساديسته لأنه ما شاء الله يعني كبار وبالقراءات ممتازين وإذا بيوجهوه أني لا تقلد حدا خليك على ما بيقوله لك الأساديزي أحسنت أحسنت أستاذي شكرا لكم ختاما مع السيد حسني بخدمتكم أنا أجمع بين الرأيين بين رأي سيد كريم الذي يوصل إلى مراحل متقدمة من التلاوة بشكل سريع وأيضا بوصية الأستاذ عماد بأن يكون شخص محترف الناتج احتراف ولكن بدرجة أبطأ بالسرعة يعني ضمن السنوات محمد النقشبندي يجمع بينه عدة أمور أولا شكلا هو يشبه الشيخ الحصري طبعا لي ربط بهذا الموضوع الشيخ الحصري من مواليد عام 1917 ومن آل النقشبندي الشيخ السيد محمد النقشبندي رحمة الله عليه المنشد الكبير والقارئ أيضا من مواليد عام 1920 والشيخ محمد الصديق المنشاو الذي قرأه بطريقته عام 1920 ولكن شوف الفرق بين المدارس الكثيرة لو تسمحون الإعداد الفرق أنه الشيخ محمود الحصري ضمن إمكانيته الموجودة استطاع أن يضع في أذهان كل المسلمين الذين استمعوا على الحصري الأحكام أولا ثم الخشوع وبعد ذلك الشيخ محمد صديق المنشاوي لو استستمع إلى الشيخ محمد صديق المنشاوي أيضا إمكانيات كثيرة في أداءه ولكن الخشوع فوق كل شيء عنده رغم أنه انتقالاته سليمة ولا يصعد إلى الجوابات نهائيا عادة يمتلك الوسط وما دون ذلك وحتى القرار العميق أيضا والبكاء وكل الشخصيات الدينية ما لاحظت شخصية من الشخصيات الدينية إلا وتؤكد على استماعهم شخصيا إلى الشيخ محمد صديق المنشاوي فبالتالي هكذا نماذج لما ذكرنا بالشيخ محمد صديق المنشاوي أعتذر على الإطالة طبعا فبالتالي الخشوع هو سيد الموقف في تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي بفترة زمنية نفس الفترة الزمنية اللي عاشوها شيخ سيد محمد النقشبندي رحمة الله عليه أيضا إمكانياته عالية جدا خصوصا إمكانياته الصوتية بعكس الكل كانت جواباته عالية جدا وإيضا يمتاز بالخشوع فهو يستطيع ضمن إمكانياته الصوتية هؤلاء الأحبة اللي ذكرناهم إمكانياتهم الصوتية مختلفة ولكن أداءاتهم مختلفة أيضا فبالإمكان ضمن إمكانياته الصوتية أن يحدد مساره لا بأس بالاستفادة من الشيخ المنشاوي الذي لا ياخدش صوته ولكن أعتقد إمكانياته هي أعلى مما قدم الآن ونتمننا للموافقية إن شاء الله شكرا جزيلا لكم سيد حسني إذن سوريا اليوم تفتخر بك يا محمد طابت هذه الأنفاس ونسأل الله لكم التوفيق شكرا جزيلا شكرا جزيلا تفضل شكرا جزيلا لكم شكرا